مشاهدين اللي نحكي أكثر عن هالموضوع معنا أحد المشاركين بالمعرض وهو عمر عدنان العبداللات رسام كاريكاتير أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك أهلا فيك ستي ويسعد صباحك كل عام انت بخير بمناسبة عيد الأطحى انه خلص أيضا وانت بقال بخير أستاذ عمر خلينا نحكي قدي فعلا فن الكاريكاتير قادر على إيصال رسائل إيصال كتير من الأمور بطريقة جدا سهلة وبسيطة بنفس الوقت فن الكاريكاتير هو هدفه طبعا كما قلت أنه إيصال الرسالة وأيضا هو فن لو شعبية يعني أحيانا بعض القراء يفضلوا أنهم يشوفوا كاريكاتير ولا أنهم يقرؤوا مقال الكاريكاتير يختصر ألاف الكلمات في خطوط بسيطة نعم قبل ما نحكي عن هالمعرض وأدي كان فيه مشاركة وكيف كان تفاعل الجمهور أدي فعلا هلأ فن الكاريكاتير صار فن قائم بحد ذاته فيه له جمهور له شعبية فيه ناس مثلا بتروح على المعارض لحتى تشوف الصور خاصة نعم بتكون معبرة عن الأوضاع الإنسانية السيئة للأسف هو الفن الكاريكاتير من زمان مؤثر يعني من ثمانينات سبعينات في منطقة بسبب الأوضاع فكثير من الرسامين كان هم الملجأ يعني يعتبروا الناس أن هذا الرسام هو يمثل قضيتهم مثل الراحل ناجل علي ومثل كمان الأساذ جلال الرفاعي في الشأن الأردني أيضا مؤخرا بسبب الانفتاح اللي صار بسبب الفيسبوك والإنترنت تواصل اجتماعي تماما مواقع التواصل اجتماعي كمان بكبر عدد الجمهور بس مش مثلا بس من بردك من براد أخرى وقد تصل أيضا أعمالك إلى أوروبا أمريكا اللاتينية بسبب ونفس الشيء في المقابل كمان بتشوف أعمال من أوروبا أمريكا اللاتينية بتتابعها باستمرار نعم هلأ سننشوف بالثورة السورية في كتير فعلا من رسمي الكاريكاتير عم بتعرضوا لمضايقات أحيان حتى بيحاولوا تصفيتهم قتلهم مهاجمتهم أدي فعلا أصبح قادر على نقل الواقع الثورة السورية وما بتعاني الثورة السورية فن الكاريكاتير دائما متواجد سواء كان في الثورة السورية أو في مصر أو في الأردن في كل مكان هدف الكاريكاتير الرسام هو أن ينهض في المكان هو فيه يعني مثلا قال شفت في لقاء مع الراحل ناجي علي قال أنا ما بكره الناس برسمهم أنا بحب برد فهذا هو الرسام دائما بحب أنه ينهض مدى تقبل الآخر لرسم الكاريكاتير يرجع من مداقوته أو ضعفه إذا كان الشخص قوي أو مؤسس قوية تتقبل النقد وبالعكس تستفيد منه تبني عليه أما إذا كانت المؤسس ضعيفة ومهلهلة وخايفة من أي نقد طبعا بيكون الدليل أنها ضعيفة يعني بشكل حقيقي طبعا أنا بدي كمان أنه أحكي أنه راحل أكرم رسلان هو زميلنا وسوف تبقى خالد في قلوبنا يا أكرم ورسالتك سوف تبقى إلى الأبد نعم الله يرحمه هو توفي نتيجة الاعتقال وإن شاء الله الرحمة على كل شهدائنا في الوطن العربي أدي فعلا أنت قادر على أنك تستوحي رسماتك فنك من خلال الواقع يعني إحنا شفنا بالمعرض أنه إيلاني الكردي كان له حصة ونصيب اللجوء كان له حصة ونصيب كيف تستوحي كيف تقدر تستنبط أيضا هاي الصور الكاريكاتيرية بداية المعرض أنا كنت سعيد جدا أني شاركت مع زملائي أمجد وناصر هم أسادة وهم بالنسبة لي مصدر إلهام هم بدأوا قبلي في الرسم وبتحدث عنهم عن المعرض عنهم جميعا بالنسبة للواحي بيكون بداية أني رسامك الكثير عنده شغف تجاه الرسم لاحقا لما أنا شخصية مثلا لما ترسم تبدأ الأعمال في الانتشار تشعر في مسئولية أنه الكاركتير بدأ يوصل فبدأ كمان ونفس وقت إشهي مسئولية أن تكون صادق في طرح القضية فتبدأ أن تنزل على الشارع تبدأ أنك تقرأ مقارات أكثر تتابع قنوات إخبارية بشكل أدق وبنفس الوقت أنه الكاركتير لما تنشره يشعر الناس أنك تعبر عنهم وما تكون من حزل جهة معينة أنك لا تقف مع جهة معينة أو مع جهة دون الأخرى تتحدث عن الواقع وإرادة الشعب تماما أنا لا أوقف في جهة ضد أخرى لكي لا أظلم جهة على حساب أخرى أو أنه مثلاً لما تنوقف أنت في جهة معينة تبطل تشوف عيوبها أنت صحيح نظر بالدافع تصير أنت الدافع أحيانا 24 ساعة أنه تصفي نوعاً ما تشير ميال للفكرة راديكالية أو التطرف اتجاهها من جهة أحساب أخرى ما أكثر صورة بالمعرض كانت تعبر عن صورة إيلان أو صورة اللجوء أو قوارب الغرق خاصة هلأ جداً منتشرة أنا بالنسبة لي يعني مش أكثر رسمي أنا بالنسبة لي المعرض كله كان شخصياً مهم بالنسبة لي ليش بداية إيماني في العمل الجماعي صح وهدف في النهاية إيصال الرسالة موضوع من أقوى رسمي بترجع لكل شخص شاهد المعرض وإيش بالنسبة وإيش أكثر أنت على صحيح الشخصي شو أكثر سوء يعني فعلاً كنت تقول فعلاً أنه هاي فعلاً معبرة الناس كانوا كله يقولوا مثلاً كان فيه إجماع أنه فعلاً صورة كتير قريبة مثلاً للواقع واللي عم بيعاني الوطن العربي مع زملائي تفاعلوا جميع أعمالهم كانت حلوة معي أنا شخصياً يمكن رسمة إيلان كردي هي أكثر عمل يعني ورسمة إيلان والرسوم التي تحدث عن اللجوء بشكل مباشر هي أكثر أعمال تفاعلوا معها اللي قريبة من الواقع وعم بيعاني الوطن العربي تماماً طب أيضاً شفنا فيه قوارب الغرق هي أيضاً قضية جداً شائكة وجداً متشرة في الوقت الحالي الكل عم بيهاجر عم بيسافر لحتى يعني يحسن أوضاعه المادي والمعنوية ويحظى بإحسن الفرص أدي فعلاً هاي قريبة من الواقع وكتير ناس عم بيتسافروا وعم بيغرقوا للأسف يعني بداية أنت قبل أن ترسم كركتير لازم تعمل بحث يعني بحث طويل ومهم فتبدأ تسمع أنت طبعاً نحن ليس بعد عن القضية السورية في الأردن نحن تزوء منها ومتواجدين معنا أزمان نعم وكمان تبدأ أنت بسماع قصص أو روايات لناس مثلاً وصلوا لأوروبا وبدأ يحكو عن معاناتهم في الوصول لما تضعها لك أنت مكان الشخص اللي كان في القارب لازم تضعها لك مكانه وإذا لم تضعها لك مكانه تكون أنت إنسان أناني تعتقد أنك أنت أفضل من الآخرين الشخص اللي على القارب مش أحسن منه ولا نحن أحسن منه نحن نفس الإشي نحن نفس الإشي بس كل واحد يضع في ظرف خلاه يطلع في هذا القارب صحي للأسف خلينا نحكي شوي عن تجربتك بفن الكاريكاتير قدي مدتها قدي فان الخبرة بمين تأثرت أستاذ عمر أنا بدأت في 2005 بفن الكاريكاتير تأثرت بكثير من الرسامين سواء كان في العالم العربي أو محليا محليا أستاذ جلال تأثرت فيه جدا كمان زملائي أمجدوا ناصر تأثرت فيهم كمان وتأثرت بالأستاذ عماد حجاج تأثرت أيضا عربيا بس أكثر إشي أنا تأثرت فيه وبمشي على خطاء نوعا ما هو المدرسة المصرية في الكاريكاتير مين أكثر وأبرز فناني الكاريكاتير بمصر فعلا بتقول أنه أنا استفت منه وتأثرت فيه هو الراحل بهجة عثمان أستاذ الراحل بهجة عثمان لما أنا قرأت كتابه كان مصدر إلهام بالنسبة لي أني أدخل في هذا المجال أني أقدم الكاريكاتير ليس فقط بالشأن المحلي بالشأن العربي وأنني أعمل على أن هذا الكاريكاتير يكون فيه دايمومة في الطرح أنه لا يكون فقط لآني لفترة معينة لأن يكون فيه دايمومة دايمومة نعم يكون لها مع بعض يعني الموهب اللي حالها ما بتكفي بدك أنت متابعة، بدك تدريب، بدك تقرأ قتب كثير، بدك تحضر أفلام كثير حتى تقدر تجيب الفكرة يعني هي تصير سريعة تماما، ومش بس كمان، بدك أنت كمان تستفيد من تجربتك أنت الإنسانية يعني كاريكاتير ماش فقط مثلا أنا مثلا بدأ أرسم فيما ستقلوني كاريكاتير هذا كيف طلع معك؟ بالضبط يعني بنفس اللحظة بيكون الحدث ساير عطول تعمل كاريكاتير تماما، يعني جدا قريب بيكون بس هو مش باللحظة هاي، يكون فترة الحياة كلها مريت فيها أنا يعني يجأني أستحضر شيء حصل في طفولتي مثلا نعم، صحيح موقف معين، نعم، يعني كاريكاتير هو مسيرة طويلة نحط في قطوط معينة فيه صحيح، شاركت بمهرجانات ومؤتمرات عن فن الكاريكاتير أدي فعلا أصبح فن الكاريكاتير في الوطن العربي شيء مهم ويعني مؤسسة فعلا قادرة على إيصار رسائل هو بالنسبة لي فن الكاريكاتير هو مهم من البداية يعني التفاعل الناس كان موجود من البداية يعني الحمد لله مؤخرا قبل كم من شهر طلعت على البرتغال نعم كان في مؤتمر تيديكس كان طالبين أن أتحدث عن تجربتي كرسام كاريكاتير من الشرق الأوسط كنت أتحدث بالإنجليزية أمام الجمهور كان جمهور عبارة عن ألف شخص أوروبيين من البرتغال وشعرت أنه قدرت أوصلهم رسالة أنه مش كل أصوات المشرق الأوسط هي أصوات قتل صح وأصوات ناس بكرهوا الحياة وبدهم يدمروا كل شيء لا في أصوات في ناس بدهم يبدون البلد بدهم يقدموا كمان جانب جميل من هذه المرة أستاذ عمر دول الأوروبية أخذين دائما صورة عندنا قتل عنوف تفجيرات قتل فعلا في صورة مشرقة في شباب متطورين بدرسوا ويتعلموا في مواهب هل قدرت توصل هذه الرسالة خلال المعرض؟ في حالي لا أستطيع أن أقدر يعني لا شيء بسيت يمكن أن النساء التي ستكون في القاعة نوعا ما نعم يعني شعروا أن ناس مغيبين من هذه المنطقة لم يستطع فهم أصواتهم من الخارج بس هذا هو في نهاية عمل جماعي حاولت توصل قدمة فيك بس من خلال موقع توميتو كرتون نحن كرسامين ومع أستاذ أمجد وناصر سنوصل رسالتنا للعالم العربي للعالم من خلال هذا الموقع خلينا نحكي عن المعرض أدي كان في حضور أدي كان في تفاعل كيف كانت الآراء وردود الفعل اتجاه اللوحات نحن كزملاء كنا نوين يعني نشارك في فعاليات ما كنا نعرفين إمتى حنبلش تماما صديقتنا صاحبة المقهى ليندا خوري اقترحت علي أنا وزميلي أمجد نعمل معرض بخصوص لجوء السوري طبعا إحنا قررنا في هذا الفريق أنه ما يكون القرار شخص واحد هو نشبه مع بعض ونفكر نحن نقلد الزعماء العرب أنه نرتخذ قرار ديكتاتورية أنه خلص ثاني لا اجتمعنا ونجينا حوالي كل واحد عشر أعمال تمثل اللجوء وتداعيات للجوء التفاعل صراحة فوق التصور عندما توقعنا قنوات عالمية غطت الفعالية زملائنا من الفنانين كمان زاروا المعرض وشرفنا في زيارتهم فكان له تأثير جميل جدا يعني أستاذ عمر هذا يعني فال كتير خير أنه مثلا في عمل جماعي بنيطاق مثلا ضيق كيف لما يصير عمل جماعي بنيطاق كتير كبير كما ذكرت على مستوى دول وبلدان تماما أنا مؤمن بعمل الجماعي ومؤمن أيضا أنه في رسامين من العرب زملائنا ومن العالم أجمع يحمل لكلهم نفس الهم في إيصال رسالة الإنسانية للدم عم نشوف مجموعة من رسومات الكريكاتير وهي يعني بالمعرض اللي كان قريب نعم نعم خلينا نحكي أيضا قدي كان في ناس فعلا عم تشوف المعرض وعم يعني تشوف اللوحات وفعلا عم تتفاعل مثلا عم بفهموا شو المقصود بالرسالة خاصة إحنا ذكرنا من أول الحلقة الهلا أن الرسالة كتير سهلة توصل ممكن توصل لطفل أيضا صغير نعم هذا هو الهدف من الفن الكريكاتير مساحته إيصال الرسالة أكبر من أي فن آخر ممكنه طفل ممكنه مراهق رجل ومهما كان سنها أو سنه صح وبنفس الوقت يترك تأثير أو إيصال المشاعر يعني كثير ناس بعد ما شافوا المعرض شعروا بصار القضية السورية أو قضية اللجوء فهذا هو المهم هو إيصال رسالة من خلال هذا صحيح شو هي القضايا اللي دائما تحب تتناولها برسوماتك الكريكاتير أنا دائما بشوف أنه أحيان تحكي عن الطائفية أحيان تحكي عن التحيز أحيان كثير بتطرح موضيع وقضايا مهمة أنا محظوظ أنك تتابعيني ستين أنا دائما بشوف الرسمات فعلا نموضات بعمل اللقاءات مع ناس ما بتابعوني لا بتابع لا والكثير بسير يسألوني أسئلة غريبة إنه لا أول بأول ما شاء الله أنت كمان سريع كل حدث عشرة دائية بتنزل رسم الكريكاتيرية كما قلت لك في بداية مثلا أو بلشت بدي أرسم الكريكاتير أطرح قضايا الشارع بطريقة رفيهية شوي شوي تبدأ أنت تميل مع الناس مثلا إيش ناس تحب أنه إيش قضية عم بدهم يتوصل أنت يعني رسالة من خلالها تكون تقلشت أنك تتفاعل معهم لكن لاحقا شعرت مسؤولية أكبر من هيك أحيانا بطالبك فيه الشارع غلطي إنه لا إنه فيه كراهية مثلا هذا الخطاب كراهية فأنت تبدأ تفرقة إنه خطاب عنصري أو خطاب مثلا يدعو إلى الدماء تحريد تحريد تماما فأنت تبدأ لا تشعر إنه نازم تقدم خطاب فكري وإنساني في نفس الوقت طب دائية بتتعرض لكم هائل من الهجومات أول ما ترسم رسمة أو توصل رسالة معينة يعني في بداية كان أحد تأثر أنا الطبعي حساس في الكاكتيرك قد تكون أنت متمرد صح صح على العادات والمشتفة صح أرض الواقع بجزء لو ابني صرخ علي بسرعة كله يش يصرخ علي قاعد أنا إنسان بالآخر صح لكن كم من الهائل من الهجوم هذا هو ضريبة المهنة أنت مش يعني مثلا مع احترامي لكل في أنني أنا مش راغب علامة إنما أطلع المسرح لكل يصرخ خير ما علي ورد وإنه حطه علي ذهب يعني قريب بالنرغب علامة أنا رسالة كتير تنتقد صح تجرح مشاعر وهذا وظيفة الفن كتير إنك إنك تكون تواجه المشاكل ما تتهرب منها صح ما تتجملها مثلا الحمد لله الأمور تمام والدنيا زهرية والأجواء جميلة لا تتطرح المشكلة هاي وتطرحها بشكل حقيقي فهي ضريبة المهنة في حالة نقران لا هاي المشكلة مش موجودة أو هاي كذا لا فضريبة المهنة إنك تتم مهاجمتك يعني بالعكس إذا ما تم مهاجمتك كأنك تحط صور ورد وشمس نعم بالمعرض كنتم مركزين على اللجوء وهي قضية فعلا إنسانية مهمة كتير من السوريين نزحوا ولجأوا وتشتتوا في مختلف بقاع الأرض أدي فعلا هاي القضية المفروض دائما إنسلة الضوء عليها بوسائل الإعلام بمواقع التواصل الاجتماعية أو بمختلف المجالات حتى؟ أنا أعتقد أنه هذا إشي مهم جدا 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 ومش بس من الرسمية كتير أي شخص موجود على موقع التواصل الاجتماعي أي شخص إعلامي أي شخص فنان يجب تطرح هذه القضية بطريقة إنسانية وإيصالها للعالم ما تطرحها فقط بطريقة عربية بلا تطرحها بطريقة عالمية كثير قضايا نحن العرب إلنا بتهمنا فشلنا في إيصالها للعالم وفي التأثير على الرأي العالمي كمان بسبب أنه تصبح مثلا تفرقة بسبب العنصرية بسبب اختلاف في وجهات النظر بأدي إلى تفشل في إيصال هذه الرسالة صحيح لو نرفع من مدى أو من الفكر الإنساني ومن المفردات نحن نستخدمها للإيصال الآخرين توصل الرسالة بشكل أوضح للآخر وبتلاقي تفاعل من الآخر إذا كانت هذه طبعا قضية فيها إنسانية وصادقة طبعا سيتفاعل معها أكيد الشهيد أكرم أرسلان توفي نتيجة التعذيب واعتقل فترات جدا طويلة الله يرحمه أيضا والله يرحم كل شهداء سوريين اللي في سجون سورية أدي فعلا هذه القضية كانت محور جدا مهم وأثرت في الرأي العام أنه في كثير أشخاص بيحاولوا يحاربوا بالكلمة ويوصلوا رسالات جدا بسيطة ولكن عطول بيحاربوا بتم قتلهم وتعنيفهم خاصة لرسمي الكاريكاتر أدي فعلا تأثرته والله يعني أنا شخصيا تأثرت جدا أنا من 2012 سمعت الخبر تقريبا أو في 2011 في بداية الثورة ويعني ما بعرف أنك تحط اللوم على شخص سبب دمار أمي بأكملها رسام ظلم صحيح وأنا صراحة شعرت مع الرسام في أصدقاء مشتركين بيني وبيني أنا ما توصلت بحياتي مع الفنان أكرم رسلان لكن في زملاء مشتركين وكنا كنا نحمل نفس الهم مع بعض يعني أعماله أنا كمان كنت أرسم نفس الإشي لما تشعر أن تسمع أخبار أن الرسام غير معروف وين هو أو مصيره يعني شعرت نحن فقدنا إنسانيتنا قد نختلف مع إنسان آخر هذا شيء طبيعي الإختلاف شيء طبيعي أما أنك تفقد إنسانيتك في طرحك أو في تقرير مصير الآخر يعني هذا الظلم بالهمجية والوحشية تماماً فتأثر جداً طبعاً وأنا رح أشارك في صحيفة في زملاء رسامين سوريين أطلقوا صحيفة بعنوان أكرم رسلان أنا رح أتشرف أن أكون واحد من مشاركين في هذا وهذا أقل ما يمكن تقديمه للتضحية العظيمة التي قدمها أكرم رسلان أكرم رسلان ليس رسام فقط أكرم رسلان محب لسوريا وقدم أعظم ما يملك هو لبلده نعم خلينا نرجع لأحد رسوماتك وهي رسومة الطفل الشهيد إيلاني الكردي في أدى فعلاً تم تداولها والحديث عنها خاصة أنه هي كانت فعلاً وحشية طفل على أحد الشواطئ وعم بيصوروه وكثير من الأشخاص حكوا عن هذه الرسمة اللي حضرتك شاركت فيها بالداية رسمة إيلان كردي جميع الرسامين زملاء كمان أمجاد وناصر رسلين من العالم أجمع تفاعلوا مع هذه القضية يعني أي إنسان ما بتأثر بهذا المشهد لازم يراجع إنسانيته وأي إنسان يضع مبرر عنصري أو مبرر يخدم مصلحته فقط في تفسير هذا مثلاً في بعض الناس صار يحكوا مثلاً هذا الطفل بالتأكيد قتل بسبب بالتحريض على قتل السنة أو الشيعة أو 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 هذا الطفل تفسيرات عديدة تماماً هذا الطفل مات بسبب فشلنا كلياتنا مش جهة معينة الأنظمة، الناس، الشعب تخاذل فشلنا في إيجاد بيئة مناسبة لهذه الأطفال لكن لدي سؤال، لماذا كنت تضعه على جواز السفر؟ لم أفهمت ما هو الرابط بين إيلان و جواز السفر؟ هناك رابط بالنسبة لي دائماً نقلل من شأن الأطفال يعني البيئة اللي هم فيها الأطفال هم الدولة أطفال هم الوطن هم المستقبل هؤلاء الأطفال ليس أطفال هؤلاء ترى طبيب، مهندس، محامي هؤلاء يعمل للبلاد يكبر؟ طبعاً هم الأمل هم سيصلحوا أخطاءنا يعني الطفل هم نحن كل جيل بتعلم جيل آخر بقدم شيء مختلف وشيء أحدث وبتعلم التجربة هاي نحن فشلنا في بناء أوطاننا لما نظلم هؤلاء الأطفال بأفكارنا بحقبنا بأنانيتنا فإذا لم يكن هذا الطفل هو رمز الدولة فالشعار دائماً وعلى فكرة أنا لم أقصد فقط الجواز السفر السوري جواز السفر أي دولة في العالم إذا لم يكن الطفل هو الشعار لهذه الدولة فيجب على الدولة مراجعة أو جميع الناس في المنطقة مراجعة أجنداتهم وأفكارهم صحيح أكيد كثير في أيضاً مواهب كثير بتحب رسم الكاريكاتير وحابة تدخل بهذا المجال ولكن نتيجة ظروف معينة ما عم تقدر تطور حالها تحسن من أداءها ما هي النصائح المفروض مثلاً أي حداً حابب يدخل بهذا المجال يأخذ بعين الاعتبار مثلاً؟ بداية إنه هو مش مجال ترفيهي يعني إنه مثلاً مش يعني مش كل الناس عتلاقي بالشارع يعني زي ما حكيت إنه راغب علامة على المساهر يحبوه أفغني بامي ورد كاعد يعني مع احترامي طبعاً للفن صحيح كله مع احترامي رسالة الحياة والفن الجميلة بقدمه سواء أي فنان يعني بقدم نظر رغم علامة أو غيره بس فن الك الكتير لأ راح في ناس راح تعاديك وفي ناس راح بجزء تكرهك وفي ناس راح فبدا تكون يعني على قد هذا الفن وهو جميل جداً لأنه أنا شخصياً وصني الأماكن بحياتي ما كنت أحلم فيها إنه أكون يوم من الأيام مثلاً في البرتغال وأتحدث عن تجربتك الرسام هذا في شيء ما أنا ما توقعته إطلاقاً أنا بالكاد توقعت إنه يعني بالحارة يعرفوني هم تكيب إنه بس أن توصل لدول أخرى عالمية وعربية نعم توقعت إطلاح حتى أنا في مرات كنت أمام المسرح ومش مصدق إن أنا أمام جمهور مش أردني أو كذا هو أكيد لأنه مثلاً رسماتك كتير قريبة من الواقع فعم توصل لكل دول العالم مش فقط الدول العربية أدي مهمة مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة رسام الكريكاتير فعلاً ليخلق جماهرية واسعة بيئة مناسبة يوصل رسالته بأي طريقة؟ هي مش مهمة هي الأساس بالنسبة إلي أنا أعمالي ما بتطلع بأي مكان آخر غير مواقع التواصل الاجتماعي لا صحيفة ولا أي شيء؟ ولا أي موقع؟ حسنًا بشحد لا لا بطلع بأي صحيفة ما هو السبب إذن؟ السبب في كثير أسباب أنا بدلاش تعاونت مع صحيفة لفترة بس ما يعني ما صر نصيب حسنًا بأتجوز صحيفة لا يعني لا أنه تم فصلي من الصحيفة هاي مستقبلياً يعني إلى المستقبل إن شاء الله يعني آه بس الإنترنت ساعدني بشكل حقيقي أنه توصل رسالتك لجمهور أكبر يعني مثلا بمكان يتابعة الناس من مصر من السعودية من أي مكان في العالم وصقف أعلى ما في رقيب ما في رئيس تحرير هو الرقيب في النهاية بصف يتقارئ نفسه هو أحيانا هو بظلمك أو هو بوجهك أحيانا أحيانا صحيفة بيكون عنده توجه معين لازم تنشي على هذا التوجه ممنوع أبداً تغيره مش بس التوجه كمان أحيانا الشركات المعلنة مثلا ممنوع تسخر من أي شركة معلنة في الصحيفة ممنوع تسخر من إشي يضر الصحيفة نفسها أي نقد ممنوع فبصف نوعا ما أحيانا الكركاتير ما بصف نقد لاذع وهذا هو الهدف من الكركاتير نكون نقد لاذع ومؤثر وفي صدمة كمان قد تختفي هاي الأمور لما يكون الكركاتير في الصحيفة طبعا الزملاء بترحب قضايا مهمة لكن سقف نوعا ما ممكن ترفع أعلى شوية عن طريق الإنترمات أدي فان الكركاتير بمواقع تواصل اجتماعي فيه حرية يعني فيك تحكي لبداكيات تعبر عن البداكيات ترسم اللبداكيات وما في حدا يقولك لا تعمل لا تسوي لا ترسم لا تيجي مثلا بهالجهة المعينة أو بدولة معينة مثلا الحرية المطلقة غير موجودة حتى بموقع تواصل اجتماعي طبعا فيه قضايا يعني القارئ العربي مثلا ما بتقبلها في حين مثلا في الغرب كمان فيه قضايا ما بتقبلها القارئ من الغرب فهي حرية نسبية حسب الانت المكان انت فيه بس انت بتعمل نوعا ما انه تكون إيجابي في في رسالة بتحاول تقبلها مش موضوع انه انا اكون مثلا ارسم انتقد اي اشيء لا تكون رسالة انت وتستخدم هاي الحرية انت عندك فيها في ايصال رسالة حاو توجهها اكيد كاريكاتير ولا كاريكاتيرات اش المفرد و اش الجمع كاريكاتير مفرد رسوم كاريكاتير جمع جمع اكيد انا ما بعرف صلاحة بجربك أستاذ عمرو عدنان العبداللات رسام كاريكاتير شكرا كتير لحضورك معنا و اهلا وسهلا بك اهلا بك شكرا